قبل أيام من انتهاء العمل باتفاق البحر الأسود الذي وقعت عليه أوكرانيا وروسيا برعاية الأمم المتحدة في يوليو الماضي وسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية تلوح في أفق الأزمة مؤشرات على تمديد الاتفاق الذي يزيح شبح أزمة غذاء عالمية وفي آخر تطورات الأزمة ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه من المتوقع أن تسمح موسكو بتمديد الاتفاق الذي ينتهي في التاسع عشر من نوفمبر الجاري دون تحديد ما إذا كانت موسكو ستسعى إلى إضافة شروط جديدة في المقابل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قال إن الأمم المتحدة أبلغته بتعهدات مكتوبة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لإزالة العقبات أمام تصدير الحبوب والأسمدة الروسية وأضاف أنه طلق تعهدات بهذا الشأن من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش خلال اجتماع عقد على هامش قمة مجموعة العشرين في بالي بإندونيسيا مؤكداً أنها خطوة تعكس حسن النوايا إذا تم تنفيذها من جانبه قال المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف إن روسيا ستعلن عن قرارها في الوقت الذي تراه مناسباً بعد دراسة كل أبعاد الموقف أما أوكرانيا فتسعى لإمداد خمسة ملايين شخص إضافيين ممن يواجهون نقصاً حاداً في الغذاء بحلول نهاية فصل الربيع المقبل بعد أن أرسلت مقترحات وضعها زيلينسكي لمجموعة العشرين أهمها تمديد اتفاق رفع الحصار الروسي عن الموانئ الأوكرانية في البحر الأسود إلى أجل غير مسمى وأن يشمل ميناءين آخرين وهما ميكولايف وأولفيا وأوضح أندري يارماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني أن أوكرانيا ستخزن جزءاً من محصول القمح للدول الشريكة لشرائه بالنيابة عن الدول الإفريقية التي على حفة المجاعة ترجمة نانسي قنع